من الطبيعي انه نتوقع نتلاقى معك بالمكتب ما بتعرف ترتاح صادق الصباح بيرتاح بالشغل بعكس الناس يعني الناس بتتعب بشغلة بتروح لترتاح انت العكس مزبوط بيلحقوا عليك مزبوط فعلا فعلا يمكن الانسان اللي عنده شغف وعنده طموح مستمر يمكن صعب يرتاح حتى اذا كان جسديا هو باجازة بس اليوم مع تطور التقنة بس كم معك التليفون يعني انت عم تشتغلي بس انه شغلك متعب يعني انتو شركة انتاج وما ادراك بوجعة الراس تتعاملوا مع نجوم كل واحد عنده كاركتاره كل واحد عنده ما بدي يقول عقده لكن متطلباتهم كمان وجعة الراس يعني مش بس كسافة الشغل والانتاج خليني اقلك شغلي هو الشغل مقصم يعني ما في حدا مثل العبق كله العبق مقصم على خمس منتجين بالشركة فهن صاروا عم بيحتاجوني هلأ اخر كم سنة اقل لانه هني بيعرفوا يدوروا الزوايا مع الشغلات اللي ممكن شوي توجع الراس ها ها في كتير شغلات بتوجع الراس أنا قلت شوي تشغلاتها بس أنه أكيد ما في شك أنه بالمهنة تبعيتنا مهنة صعبة ومعقدة لأنه الناس بتشوف العمل الفني منتهي صحيح بس أنه ما بيعرفوا مرحل تحضيره وتصويره وما بعد تصويره وتقديمه يعني هي رحلة كتير طويلة كل مشروع هو رحلة من الرحلات اللي نحنا نشتغل عليها مين بيدور الزوايا أكتر انت ولا خلينا نقول المنتجين يعني أصدك أنور ابنك أنور ولماء زياد زياد رفيق مين أكتر حدا بيدور الزوايا أكتر حدا بيدور الزوايا لا هو أتعب شق عند أنور ليه لأنه الشق المصري وبلبنان أنه تصوير المصري وبلبنان منه سهل صعب